ولقد اتفت كل الاسف لحاكم ليبيا عندما وقف في احد المزاجد ولم اكن اصدق هذا الكلام حتى سمعته مسجلا وجاءني به احد الناس على شريط مسجل وقف القذاك يخطب في المسلمين في المسجد ويقول لهم تأتي على المسلمين ايام يكونون فيها مثل النصارى يقدسون محمدا كما يقدس النصارى المسيح هكذا قال ولو لم اسمعه باذني ما صدقت هذا الكلام قالوا له وكيف ذلك يا عقيد قال لا تقول سيدنا محمد انما قولوا محمد ولا تعملوا بسنة محمد فليس لمحمد السنة ليس هناك ما يسمى البخاري ومسلم اذا فكيف ترد على قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما لهاكم عنه فانتهوا وكيف ترد على قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبثكم الله اتبعوني اتبعوا محمد فكيف نتبعه وهو ليست له سنة ماذا تفعل في قوله فالراره عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يا صلي لو لم نتبعه مع ربنا الصلاة من اين تثبت ان الصهر اربع ركعات وان المغرب ثلاث ركعات وان الركوع هكذا والسجود هكذا ان لم تأخذها من سيدنا محمد وكيف قدسنا محمدا يا عقيد كيف لا نحترمه والله تعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي لم يقل ان الله وملائكته صلوا على الذي وانتهأوا لو قال صلوا لانتهت الصلاة الى هذا الحد ولكنه قال يصلون صلاة دائمة مستمرة الى يوم الدين فماذا نقول العرب قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لن نكون مثل النصارى يا عقيد لاننا لم نقل ان محمدا هو الله ولم نقل ان محمدا هو ابن الله ولم يقل ان الابن والابن ومحمد الى هو واحد انما نقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد اله واحد فمن كان ارجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا يا عقيد ان محمدا هو سيد الموحدين وسنكون سيدنا محمد وعظيمنا محمد وقائدنا محمد وحبيبنا محمد ومرشدنا محمد وقائدنا محمد وقائدنا محمد وقائدنا محمد وعنف العقيد في اثباغ الله لا الهي لها محمد رسول الله اشتركوا في القناة